موقع أنا السلافي اللعنة سعيد بن منصور وقال وقتيبة ابن سعيد قال لفظ لسعيد قال كلهم أو جميعهم قالوا ذاتنا أبو عوانة قال عن سماك بن حرب قال عن مصعب بن سعيد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ابن عامر رضي الله عنه يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال شيخنا شيخ محمد العادم رحمة ناسعة في كتابه الماتع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن حجاج لجل هذا الإسناس سعيد بن منصور الخرساني نزيل مكة أتيب بن سعيد الثقف البغلاني أبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين البصري ثقة حافظ من العشيرة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرية الوسطية ثقة ثبت من السابعة سماك بن حرب بن أوسي بن خالد الذهلي أبو المغيرة الكوفي صدوق المضطرب في عكريمة خاصة وتغير بآخر ويفربما تلقى من رابع مصعب ابن سعد بن أبي وقاس الزهري أبو زرارة المدني ثقة من الثالثة ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله وتباره تعالى عنه وعن أبي وعن الصحابة جميعا ثم قال لطائف هذا الإسناد منها أنه من خماسيات مصنف وأن فيه رؤية تابعية عن تابعي سماك عن مصعب قالوا فيه أن صحابي هذا الحديث أحد العبدلة الأربعة والمكثرين السبعة روى 2630 حديثا وبتصرف يسير لشيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة وسعة فيما يكون من ذكره لمسائل تتعلق بهذا الحديث عند شرحه لقوله وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر إن صلاة رسول الله عليه السلام يقول لا صلاة يعني لا تقبل صلاة بغير طهور قال الجامعة فالله عنه الصواب أن القبول كالرضى والمحبة وسائر صفات الله تعالى على ظاهر المعنى المعروف من لغة العرب فهي صفات لله تعالى ثابتة له كما أثبتتها النصوص الصحيحة على ما يليغ بجلاله عز وجل فنثبتها له نثبتها له نثبتها له إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال في الغلول ولا صدقة من غلول قال رحمه الله تعالى المراد أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به لا تقبل منه تلك الصدقة ولو نوى التصدق عن صاحبها ولا تسقط عنه تبعته اللهم إلا إذا رضي صاحبه وجعله في حل من ذلك وقوله كنت على البصرة أي كنت واليا عليها ومعنى كلام ابن عمر رضي الله عنه هذا أنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تابعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه الصفة كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون قال الإمام نوير رحمه الله تعالى والظاهر والله أعلم أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وحرضه على الإقلاع عن المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون الكفار وأصحاب المعاصب الهداية والتوبة ثم ذكر الشيخ ونشيخ محمد ألي آدم رحمه الله تعالى رحمته وساعة المسائل تتعلق بهذا الحديث فقال في المسألة الأولى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنف مسلم رحمه الله تعالى ثم ذكر تخريجه في المسألة الثانية ثم في المسألة الثالثة ذكر فوائده فقال منها بيان عدم قبول الصلاة بلا طهار بيان عدم قبول الصلاة بغير الطهار بيان عدم قبول الصلاة بغير طهار كذلك منها وجوب الطهارة للصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها خلافا لما حكي عن الشعبي والطبري من إجازتهما صلاة الجنازة بلا طهار وهو مذهب باطل لأحاديث الباب وإجباع أهل العلم على خلاله وقال الكرماني رحمه الله تعالى فيه أن الطاف لا يجزئ بغير طهور لأن النبي صلى ما سمه صلاة فقال الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام وتعقبوا العيني وحمل الحديث على التشبيه وقال الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكم ثم قال ألا ترى أن الانحراف والمشا في الطواف لا يفسده عقب شيخنا الشيخ محمد الأدم رحمه الله تعالى رحمه الله سعى فقال ما ذهب عليه الكرماني من الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الطهارة للطواف والحق عندي لوضوحه وأما رد العيني عليه ففيه نظر لا يخف فإذ لا دليل على حمله على الثواب بل الظاهر حمله على الحكم والثواب معا بل حمله على الحكم أوضع لقوله إلا أنكم تتكلمون فاستثناؤه إباحة الكلام من أحكامه دليل على أنه أراد الحكم أما قوله ألا ترى أن الانحراف فليس بشيء لأن الحراف والمشي يجوز بالصلاة في بعض حالته مثل حالة القوف فتبصر كذا من الفوائد قال أنه يدل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارا أم اضطرارا لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة وقد حقي عن مالك والشفعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضع ويبني على صلاته لكن إطلاق الحديث يرده فتأمله كذلك من مفوائد هذا الحديث بطلان الصدقة من الغلول وعدم قبولها فإذا بطرت الصدقة بسبب ما يقارنه من المعاصي بنص قوله عز وجل لتبطل صدقاتكم بالمن والأذى فلأن تبطل بكونها مالا حراما من باب أولى إذ التصدق من الغلول يجعل الصدقة عن المعصية عين المعصية لأن الغال في دفعه المال للفقير غاصب معتد بتصرفه في ملك الغير وغير إذن فهو آثم باستلائه على المال وآثم بتصرفه بالتصدق لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أن يرده إليه أو إلى ورثته ولا يغني عنه التصدق به شيئا كذا منها تحريم الطاعة بالمال الحرام مطلقا وهو كل ما أخذ من غير وجه شرعي كذا قال منها من الفوائد الحكمة في جمعية صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة في هذا الحديث أن العبادة تنوعان بدني ومالي فاختار من البدني الصلاة لكونها تالية الإيمان في الكتابة السنة ولكونها عماد الدين والفارقة بين الإسلامي والكفري واختار من المالي الصدقة لكثرة نفعيها وعموم خيريها ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهارة أما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة الثوب والبدن والمكان وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة القلب عن الرياء ونحوه والمال عن الغلول ونحوه كذا منها طلب الدعاء من أهل الصلاح والخير إذ لم ينكر ابن عمر ولا غيره في طلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو له وإنما لم يدعو له لما ذكره من الموانع كذا منها شدة ابن عمر رضي الله عنهما في الدين وقيامه بالأمر ابن معروف أنه يعني المنكر خير قيام دون مجاملة أو مدارات فقد قام بتخويف ابن عامر بأن مظالمه التي ارتكبها قد تمنع من قبول الدعاء والظاهر أنه أراد بذلك زجره وحثه على التوبة منها والإقلاع عن المخالفات كلها لا إقناطه عن رحمة الله تعالى وهذا ما يعني ردحه شيخ نشيخ عمد للآدم أنه أراد الزجر للإقناط وهو الظاهر لأن فقه ابن عمر رضي الله عنهما وفهمه يدل عليه كذا من الفوائد أن في إشارة أن تناول الحرام مما يمنع قبول الدعاء وهو مدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات يعملوا صالحا إني بما تعملون علي وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب وما طعمه حرام ومشربه حرام وما البسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كما عنده مسلمين في الصحيح كذا منها تحرم الغلول وأن ما أخذ به من المال مال خبيث قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وردت أخبار كثيرة في النهي عن الغلول قال شيخنا شيخ محمد العادم رحمه الله تعالى رحمته نسعة في ذكر مسألة من المسائل قال اختلف في موجب الوضوء ما هو؟ قال على ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب بالحدث وجوما مستعد وأنه يجب الثاني أنه يجب بالقيام إلى الصلاة قوله سبحانه وتعالى إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا الثالث أنه يجب الأمرين جميعا وهذا الأرجح لظهور حجتي ثم كعادت شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر الشواهد المتبعات قال بالسند المتصل الممسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن المثنة آآ قال وأبن بشار قال كلاهما قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة وحول الإسناد قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين ابن علي قال عن زائدة قال أبو بكر قال وحدثنا وكيع قال عن اسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وكذا من الشواهد قال بسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر ابن راشد قال عن همام ابن منبه قال أخي وهب ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حد يتوطأ ثم ذكر فوائد لهذا الحديث وقال من هذه الفوائد أنه استذل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة واجه الاستذلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحت الصلاة قبل الوضوء لها ثانيا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى منها كذلك أنه استذل به أيضا على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث كذلك منها بيان أن الصلاوات كلها فرضها ونفلها مفتقرة إلى الطهارة كذلك أن فيه الرد على الحنفية القائلين إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضأ ويبني على صلاته ويجذلك أنه لا يخلو حال صرافي أن يكون مصليا أو غير مصلي فإن قيله مصلي فالصلاة بطلط لأنها لا تقبل مع الحدث وإن قيل غير مصلي لم يجز أن يبني على ما سبق لانقطاعه ثم ذكر آخر الفوائد أن فيه الرد أيضا على الحنفية في قولهم إن من أحدث في القاعدات الأخيرة من غير تعمد بعد التشاوى التوضأ وسلم وإن تعمده في صلاته صحيحة ويكون حدثه كسلامي ووجه الرد أن التحلل من الصلاة ركن من أركاني فلا صح مع الحدث إذ الحديث صريح في أن صلاة المحدث لا تقبل أحدث قبل الصلاة أم في أثنائها أما باب صفة الوضوء وكمالي فهذا بإذنة مرة تعالى ما سيكون عليه الكلام في المرة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية اللهم إنا نسألك علما نافعة ورزقا طيبا واسع عملا صالحا متقبلة ودينا قيمة شفاءا من كل ذا اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التثبير ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار صل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم